الطوابير الخامسة هي من أتراك عنصريين ومن سوريين غير واعين ومن أجانب لا يحملون لا جنسية لا تركية ولا سورية هذه النوعيات الثلاثة تستغل مثل هذه الظروف وبالتالي تؤجج الإشكالات تارة النرة تركي خارج عن القانون وعنصري ولا يعرف أي شيء يتهجم على شخص سوري داخل تركيا وكذلك نرى بعض الخارجين عن القانون في الشمال السوري يعتدون على ممتلكات مدنية لأناس سوريين بالمناسبة وليسوا أتراك خلال الأحداث الأخيرة سيارات وشاحنات تنقل مساعدات للسوريين وليس للأتراك كذلك تم الاعتداء وتكسير مراكز مدنية سورية وليست تركية مدعومة من تركيا ولكن هي ليست تركية بالنهاية تخدم الشمال السوري تخدم المدنيين هناك ولا تخدم الأتراك وبالتالي من كسر وهجم وخرج عن القانون في الشمال السوري هو لا يضر تركيا بل هو يضر المدنيين في الشمال السوري أي هم خارجون عن القانون أي هم طوابير خامسة هم طوابير تسعى لتأجيج الفتنة وهذه الطوابير لا تخرج إلا في مثل هذه الظروف المطلوب الآن إغلاق هذا الباب وإغلاق هذا الباب يتم بالدرجة الأولى بحل الإشكالات من الطرفين وعند الطرفين وكذلك بفضح هذه الخلايا النائمة أو هذه التوجهات العنصرية أو هذه التوجهات الجاهلة من كلا الطرفين ومن كلا الجانبين لأن كلا الطرفين من العنصريين من الجهال من الغوغائيين مهما كانت جنسيته مهما كان عرقه هذا سيضر بالقضايا وسيضر بالمجتمعات وسيضر بالاقتصاد وسيضر بسمعة هذا المجتمع أو ذاك المجتمع هذه الدولة نعم نعم هذه النقطة الأولى نقطة ثانية من الحل هي الضرب الجملة أخيرة هي الضرب بقوة من الأجهزة الأمنية والاستخباراتية والقضائية لإعتقال وإفشال هذه المخططات إذن الحل هو حل سياسي دبلوماسي اجتماعي من طرف وحل قضائي أمني لمحاسبة الخارجين عن القانون لأي جنسية ترجمة نانسي قنقر